مرحبه بكل الحبائيب الشامكم ان شاء الله الكل يكون بخير وصح وسلامه حبيباتي اول شي راح ابدي بي الفيديو مالتنا بتعليقاتكم الحلوه واكيد اكيد بقناتي الثانية حتى تشتركون وما تنسون تفعلون جرس الاشعارات وراح ابدي وياكم بالمشتريات اهنانا مشتريات الحاجة الف اشتريت بابا نويل طبعا هاي النشرة على البطارية يعني مو على الكهربا سعرها بالف دينار وكلش حلوه يعني لو كانت على الكهربا افضل بهواية بس خلاص هذا هو المهم بابا نويل حلو كان فقلت يلا خلنا اخذها حلوه وايضا هاي الطوبات اللي اخذتها الوحدة سعرها بالف دينار وهاي الغزلان لشوفوه شون حلوه هاي غزالة غزلوكي هاي ايضا سعرها بالف دينار كلش حلوه فاخذتها من الحاجة الف موجودة ببغداد الجديدة هاي الشغلات اخذتها من الشنابر مال بغداد جديدة وكثير كثير من الشغلات رح يشوفوها كلها على حاجة الف دينار اهنا انا جبت هذا المي ورد هذا بخاخ كلش منتاز كلش مهم المي ورد للبشرة حتى على اليدين همينه كلش حلوه ينطيرونك كلش حلوه هذا سعره بالف دينار لان هو يعني جاي على شكل بخاخ انا اخذته ولو انا عندي يعني بالبيت ما يورد بس حبيت الفكرة فاخذتها لكون ببخاخوة اخذت ايضا هاي معجين الاسنان كل معجون يجي ويا فرشة هذا مسواك فاخذت ثلاث انواع وايضا شفت شنو شفت تذكرون اللي اخذتها بثلاثة الاف المبيض مالاسنان ايضا شفتها عندهم بالحاجة اعرف ان شاء الله الفيديو القادم اللي رح انزله بيه المحال اللي اشتريت من عندها هاي الشغلات انا صورتها لكم فان شاء الله الفيديو القادم رح اشوفكم ايا انا زلكم الفيديو انا اخذتها بثلاثة الاف ولقيتها بالحاجة الف هاي ايضا ما تنظيف مع البشرة هاي همينة بالف دينار حلوه هاي الفرشة ناعمة هاي الشكل وكيوت فهاي تفيد الغسل الوجه يعني منتازة ايضا حتى تقدرين تخلين بيها الماسكة على الوجه ممكن فهاي بالف دينار حبيتها وقدت خلي اخذ لي فاد وحده كونش حلوه هاي تذكرني بل هاي قبل الرياجي لهي الشكل كانوا يحطون المعجون على وجههم بعدين يجون يضربون موس على وجههم فنفس الفكرة عبالك فعني قلت احس توحي التراث فتشوفون هنان الشغلات اللي عندها هذا المحال هنان هاي شوفيه مريم اخذته رموش واخذت هاي اللزقة ايضا تتخلى على مود يعني تساعد على انه تخلي الشغلات هاي ما المكياج ما العين ما الظلال كلها هاي على الف دينار يمكن كان بيها عشر قطع هاي تتخلى تحت العين وايضا هذا الشدو هسا راح تشوفون هذا هما سعره بالف دينار احنا كل ما نروح البغداد الجديدة تصدف لنا يعني هالشكل مريومة لازم لازم تختار لها كم شغلة بما انه هي عادة كثير من هاي الشغلات بس تشوف شي جديد خلاص لازم اضم للمجموعة فانهم اشوفهم بالله شغلات حلوين ويستحقون يعني واحد ياخذهم مو شرط الا تستعمليهم بس كل ابنية يعجبها ان تقتني هاي الشغلات هاي الشدو يعني الالوان مالها عن جد كلش حلوة والوان حقيقية يعني مو تشوفيها شكل وتجين تخليها تطلع الوان فاهية لا ولكن الوانها كلش زاهية وحلوة حقيقة الوانها يعني مثل ما هي موجودة تنطي نفس النتيجة فتشوفين المحل اللي صورته بكثير كثير من الشغلات الحاجة الف دينار فهذا المكان مو من نفس المكان اللي كل مرة اخذ من عنده حتى هاي الصابونة ما تحت القبطة بألف ايضا هاي الحمراء بالفلفل الحار تنفخ الشفاف هاي اضافر وهذا اضاءة بس مريو ما ما ادري ايه ما اخذه هذا اللون البرونز قوي حسيته بس ما ارفعت وهذا الاكسسوار الهندي حابة تنزل به فتشي فيديو هذا عم سعره بألف دينار وكان به لون احمر واخضر وبنفس جي كل الالوان كان موجود به يعني انجد واحد يحتار شنو يختار وهاي الدفاتر هاي على الف بس هذا الدفتر عريض ومخطط وبيهواية تفاصيل هاي بالنسبة للاطفال يعني الصفوف مبتدئة منتازة لهم اين انا جبت القطن يعني على شكل نوعيتين طبعا هذا يفيد للتنظيف مع البشرة ازالة الميكياج للاضافر الكل شي يفيد يعني افضل بهواية من الكنينكس العادي لان الكنينكس يمتصه هواية بس القطن هذا او الورق مع التنظيف مع البشرة ما يمتصه هواية يعني ما يخلص عندك التونر او صبغ الاضافر هذا الاسيتون ما يخلص عندك بشكل سريع اذا تستعملين القطن ولكن اذا استعملتي الكنينكس لا يمتصه هواية فرح تخسرين المواد اللي عندك فحتى ذا مو هاي نوعية اي نوعية انت حابة تستخدمين ومشكلة ورجعنا للبيت ورح اسوي ماكروني على السريع يعني فتشي اكله سهلة وبسيطة وغير مكرفة وايضا اكوب نية طلبت من عندي شان اسوي الماكروني فالماكروني يعني اسويها بعدة طرق وهاي الطريقة كلش مستعجلة اعني دائما اخلي بها الصلصة والمعجون مالها احبه ان يكون قليل اهنا مريوما حمستلي البصل واللحم سوت القيمة اني كنت مشغولة حقيقة فقالت ماما اني اسوي احمس اللحم بينما انتي تجين وهنا انا خليت معجون شي يعني خاشو كتين المعجون واللحم هاي متروك الام البيت ليشان حابه اضيف اكثر معجون اقل واللحم كذلك انا رح اضيف نص الكمية هذا نص كيلو لحم رح اخلي نص الكمية احمس هوي المعجون والنص الباقي رح اخلي الباتشر الصباح اطق ببيض واحنا انا شوفي نزلت الماكروني ورح ابدى اقلب بها لانه حمس المعجون بشكل جيد جدا وها هي ساشوف الملح مالتها اذا تحتاج اكثر اضيف وها هي انتظرها شوية وتتهدر كلش سهل الماكروني يعني اسويها بهواية طرق والله بس هاي الطريقة كلش سهلين يعني راجعين ثعبانين للبيت واليوم ما اكلنا برا حبينا نسوي شي خفيف وبسيط بالبيت وكلها نعمة من الله الحمدلله والشكر على كل شي كلها نعمة وخير وبركة ولو يعني اني شوية الجهال معذبيني ياكلوها اكثر شي يعني ياريت لو انه اصلا بدون معجون يحبوها بيضة هالشكل واسويها بالكرامة البيضة وما يحبون بيها لحم لهذا السبب خليت بس شوية اخلي استبدلها بال يعني اخلي نأنع عليها مجفف تطلع طيبة وأوريغانو ايضا بس كرامة الطبخ ما موجودة عندي فقلت خلاص خلي اسويها بالصاصة الحمرة ياكلوها بس حتى لو ياكلون بس شوية ها هي المهم هم ما اكلوا ايضا الايطاليين يسووها بهالشكل هذا نفس الطريقة مالتي ويخلونا على جنب الصلصة يعني بهالشكل هذا نفس اللي يعني مسويتها بالاضافة الى صلصة يكون بها لحم محموس ويا بصل ومع جون يعني مثل الصلصة مثل المرقة يعني شون المرقة اللي احنا نسويها يضيفوها على الماكروني وياكلون فاني جماعتي جوحان يحبوها ياكلوها على هاي الطريقة الطريقة الايطالية هالشكل يحبوها اغلب يعني اهلنا احنا المعتادة عليها احنا ما نسويها هالشكل يعني نسويها ناشفة اكثر يعني اللي يحب ما يخلي بها معجون هالشكل يعني ما يمعجون تنشف اكثر بعد كل واحد وطريقته وشون حاب يقدمها العائلته يعني بالنسبة الي يعني اختي من كانت تسوي لنا اياها كانت يعني تخليها ناشفة ما تخلي بيها موي بس جهاري ايطاليين شا سوي لهم يحبوها هالشكل على كلين اه الروحنا تغذى وسامكم ان شاء الله العافية واللي تعيبون علينا لان كل واحد وطريقته هاي الطريقة ايطالية بعنام العراقية وهاي مريوما هاشكلة تحبها هيو ابني الفصعون ونروح ناكل ونترككم برعاية الرحمن وحفظه وان شاء الله نلتقي وياكم اكيد على فيديو جديد حبيباتي باي باي